تعد محافظة أبياً واحدةً من المحافظات اليمنية الشهيرة في أراضيها الزراعية الخصبة وتنوع مناخها الجغرافي الأمر الذي أدى إلى تنوع محاصيلها الزراعية الوفيرة أبرزها محصول البصل ذات الجودة العالية والفوائل المتعددة والتي يتسابق المزارعون اليوم على حصاده هي العملية الحصاد مستمرة منذ شهرين تقريباً لمحصول البصل بافطين في منطقة دلتا أبيان هذا المحصول الجميل والوفير والذي يعطي إنتاجية تتروح بين 10 إلى 15 طن وأحياناً تزيد تصل إلى 20 طن للفدان الواحد أصناف متعددة من البصل أبرزها هذا النوع والمعروف بالبافطين بمقاومته للأمراض وللآفات الحشرية من مميزات هذا الصنف أن الصنف مقاوم للآفات الحشرية والأمراض ومقاوم الإزدواج ومقاوم أيضاً للأزهر بكونه محصول حولي وهذا يعني أن هذا المحصول حولي لأنه في السنة الأولى أو الموسم الأول تزرع البذور لتطلع الأبصال وفي الموسم الثاني تزرع الأبصال لتطلع لك البذور عملية حصاد مستمرة يشهدها محصول البصل بدلتا أبين مع أحلام كثيرة يتمناها المزارعون خاصة فيما يتعلق منها بالعملية التسويقية كما تعرفون هذه الأيام جميع المزارعين الذين ترقوا البذور من منظمة كير يقوموا هذه الأيام بحصد ما زرعوه يعني نقول هنا جني البصل طبعاً جميع المزارعين في مديرية خنفر وضواحيها قاموا بزراعة محصول البصل واليوم يقنوا ما تم زرعة مساحات كبيرة زرعت بالبصل ونسأل الله أن يثبت لهم قيمة سوقية طيبة حتى يتفادوا أي خسارة شاركت في مغطبياً بنزع البصل مع العمال ومع المشاركين في هذا المكان والبصل انتاج بهذا المنطقة طلع طيب ونريد الدعم من الجهات المختصة في هذا المكان أن يساعدوا العمال بأي وسيلة لأن البصل انتاج إذا تحتاج إلى تسوق إلى مكان معلوم هكذا تشهد محافظة أبيان توسعاً كبيراً في مساحات زراعة البصل خصوصاً من محصول البافطيم مع زيادة طلب المزارعون على بذوره كونه من أهم المحاصيل الزراعية المصدرة التي تدر مردوداً وفيراً للمزارعين في حال استثماره ويأمل المزارعون من الحكومة تحسين البيئة التسويقية لهذا المحصول وغيره من المحاصيل الزراعية المصدرة للخارج كما كانت قبل الفوضى العام 2011 وإشعال ميليشي الحوثي الحرب التدميرية على اليمني واليمنيين فادي بقاش لقناة اليمن اليوم أبيان